رئيس السمعين هو الأول في الطوكوس الملائكية يخدم أمامر رسالة الرسالة رسالة الرسالة رسالة الرسالة الرسالة رسالة 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 الرسالة معرفناه ان هو احد الاعمدة الثلاثة البطرس ويعقوب ويحنى وكان بيرافق المسيح في حاجات كتير اتعرف على المسيح ساعة اما شفاله حماته اما دخل ووقف فاقر منها وزجر الحمى في تركاتها وفي الحال قمت وصرت تخدمهم وابتدى يقرب من المسيح اما ابتدى ان هو يسمع لان في مرة راح المسيح على الشاطئ وكان فيه جموع كتير فقال له ابتعد قليلا فدخل في السفينة وقعد يعلم وبعد ما علم فترة كبيرة قال له ادخل الى العمق وارمش وقال له رب احنا تعبنا الليل كل ولم نصطط شيئا ولكن على كلمتك فبداية بطرس الرسول ان هو بيصدق في كلمة المسيح وقال له على كلمتك قلك الشاب لما دخل في العمق رغم ان خبرته كصياد ان السمك ما بيكونش في العمق وان السيد ما بينفعش بالنهار ده بيكون بالليل الا انه لغى افكاره كلها اللي تخص الصيد ومعلوماته القديمة واعتمد على كلمة مين وعشان كده بتوضح كلمة على كلمتك قلك الشبكة دي بتوضح ايمان بطرس بكلمة ربنا يا سواء المسيح وما سمع الكلمة بيقوله اما دخل للعمق امسك سمكا كثيرا فاول حاجة يقولها الربنا ايه يقوله اخرج يا رب من سفانتي لاني رجل خاطر جزء حلو جدا اما الواحد استقل نفسه عن النعمة اللي جاي للمسيح قال انا انسان خاطر يوم المسيح موجود عندي عشان كده اما قال له اخرج يا رب من سفانتي انا رجل خاطر كان بداية بزرة ايمان موجودة في قلب بطرس من المسيح وزي ما شفته في الانجيل اتقرى علينا النهاردة اما جايه وبيسألهم المسيح يقوله من يقول الناس اني انا ابن الانسان فكل واحد قال له فيه ناس بتقول اليه وناس بتقول ارميه وناس بتقول يحنى وقاموا لذلك تعمل به قواته وكل واحد عمال يقول حاجة طيب ومين انتم من تقولون اني انا رح اول واحد رد وعشان كده كان سماه صخرة الايمان اللي هو مين بطرس الرسول وقال له كده انت هو المسيح ابن الله كل انه هو صدق في المسيح وامن به ما يمنعهش انه هو يكون فاهم المسيح غلط وعشان كده برضه غلت بطرس وبعدين ابتدى المسيح يقولهم ده ابن الانسان هيجي وهيتقلم وهينال عزبات وكده قال له لا حشاكة رب اخده بطرس وابتدى ينتهر يقول له لا حشاكة رب فانتهروا المسيح وقال له كده اذهب عني يا شيطان لانك هو ما يقصدش ان بطرس هو الشيطان لكن الكلام ده نتيجة مين تدخل الشيطان اللي عايز يفسد خطة الله المستقيمة اللي هو ان يجي المسيح ويتحمل العذاب عنه عشان يعطينا بألامه حياة ابديل وابتدى بطرس يبان فيه اسراره واهتمامه واندفاعه وحاجات كتيرة جدا كان مشترك فيها بطرس يعني في اقامة ابنة يايروس نلاقي يقول اخد معا مين بطرس ويعقوب ويحنى في معجزات كتيرة كان ياخد بطرس وبعدين ابتدى بطرس من كتر الثقة بنفسه ابتدى يقول له رب اما ابتدى يقول لهم ده الليلة هزي الليلة تشكون كلكم قال له لا ده انشك فيك الجميع ده انا من زمان كده ما اقدرش ان انا ان انا اشك فيك وساعات الواحد برضو كلنا كده في وقت الاطمئنان تبصت لاقي اللي يقولك لا انا مش ممكن اشك في ربنا لو ايه حصل واول ما تيجي مشكلة صغيرة تبصت لقينا ايه اه والواحد يبقى خلاص حاسي هو فين ربنا ليه ربنا ما بقاش يسمع ليه هو ربنا ليه ما بقاش ي ده اللي ربنا بيسمع للناس كلها الا انا وتبصت لقي الشكوك دخلت قلب الانسان اما دخل الشك قلب بطرس مش الشك بقى دخلوا مشكلة كبيرة جدا ان في مرة كان في وسط الليل وهم في البحر وبعدين الامواج تهيج وبعدين يشوفوا خيال جاي على المية فقعم نظنون هو خيال قاعد يقوله ايه سرخوا فبعدين المسيح يقولهم انا هو لا تخافوا بطرس الوحيد يقوله ان كنت انت هو فمرني ان اتيلك طيب تعالى يا بطرس اول ما دخل ابتدى يلاقي الموجة عمالة تعالى والهوى عمالة يخبط راح ايه شك راح حصل ايه تدى يغرق فالمسيح يوضح ان السبب غرق بطرس يقوله يا قليل الامان لماذا ايه شك اما بطرس امن اخد اول واحد من التلاميذ ياخد سلطان الربط والحل يقوله كده كل ما تربطه على الارض وكل ما تحله يكون محلون وهنا الحاجة دي تخلوا بالكوا ان السلطان ده زي ما اخدوا بطرس اخدوا بقية التلاميذ اما المسيح ظهر لهم بعد الايامة ونفخ في وجوه تلاميذ وقال لهم كل ما تحلون على الارض يكون محلون في السماء وكل ما تربطون على الارض يكون مربوطا في السماء وهذه النفخة اللي بيتورسها كل الأباء لحد ما البابا شنو ده نفخ في البابا تودرس والبابا تودرس نفخ فيه كهنة جداد أو أسقفة جداد وهم دول اللي بيقوموا يعملوا ايه يكملوا بقية الكرازة باسم المسيح بطرس تعرض لموقف صعب جدا أنه هو الموثق بنفسه قوي وكان في ليلة ألام المسيح أخذهم المسيح معاه بعد مساب التلاميذ أخذ بطرس وعقوب يوحنى ويقول ابتدأ يدهش ويكتئب وبعدين يقول لهم أن اصهروا معي وصلوا وبعدين سابهم نحو رمية حجر وبعدين ابتدأ ركع ثلاث مرات ويصلي وكل مرة يرجع إليهم فابتدأ يلوم عليهم كده يقول لهم أما قادرتم أن تصهروا معي ساعة واحدة ونتيجة أن بطرس كان واثق بنفسه خليه يقول له قال له نشك فيك الجميع أنا لا أشك يعني أنا حاجة والناس دي كلها حاجة ساعات كلنا بنفكر كده والواحد يفتكر أنه هو إيمانه حاجة تانية هو عند ربنا حاجة تانية أو ربنا عنده حاجة تانية وتبص تلاقي ساعة الوجع تبص تلاقينا كلنا بنبقى في الموازين إلى فوق وبعدين يجي يقول له إيه بص يا بطرس أنا طلبت إليك لكي لايفنا إيمانك يعني إحنا ساعات بيبعندنا إيمان أقل من حبة الخردل لأن اللي عنده حبة خردل لعمل إيه إيه أنا قلت جدا طيب لكن إحنا إيه ساعات ما بيباش عندنا الإيمان ده فبيقول له إيه أنا طلبت إليك لكي لايفنا إيمانك وبعدين قال له إنت هتشك ولكن إيه متى رجعت فسبت إخوتك يعني بص المسيح كمان طمّنه إن إنت إيه وفعلا في الليلة دي تعرض بطرس لموقف صعبه خالص إن جاء جارية بتقول له إنت كنت معاه شوفوا الموقف صعب قد إيه يقول لهم لأ مكتش معاه قاله قوله لأ إنت لغتك تظهرك قاله ولست أعرف الرجل طيب إيه ده كله بطرس ده إيه ده إتلعى إيه منك ده كلام ده ده إنت كنت من شوية شجيع ومسك صيف وقطعت ودن ملخس عبد الرئيس الكهن يقول له لأ ده إيه كانت إيه حتة كده في النص لكن طب إنت دلوقتي إيه خايف طالما المسيح يتمسك أنا إيه خايف وما خاف بيان الإيمان بتاعه إنه هو إيه ضعيف فأثناء المحاكمات ثلاث مرات تيجي تقول له إنت معاه والتلاث مرات يعمل إيه ينكر وصح تديك زي ما أنت عارفين مرتين وبعد ما سمع كده كان المسيح في أثناء تعديته من مكان لمكان يقول لك نظر إلى بطرس نظر إلى بطرس بطرس عمل إيه بكت ضميره جداً يقول لك وخرج وبكى بقيئاً مرم كان صعب جداً إنه هو كراجل كبير وكان ساب شغله له ثلاث سنين وشوية أو ثلاث سنين ونص تقريباً ومع المسيح بس مع أنه عنده زوجة وأولاد ولكن أنه كان كله تمامه بالمسيح وفي لحظة كل أماله وكل أحلامه حتى كل إيمانه لأنه توقعه أن أنا بعد ما أنكرت السيد هل ليه غطوبة وليه غفران ولكن المسيح بعد ما قاله قال له إيه يا سماعي مدنيونة أتحبوني أكثر من هؤلاء يعني فكر الكلمة اللي أنت كنت وعيدني بها لأنه أنا بحبك أكثر منهم كلهم؟ طب اعمل إيه بقى علامة الحب؟ اعمل إيه؟ إرعى مرانيما بعضين يقول له إرعى خرافي بعضين المسائله ثلاث مرة حاس إنه هو إيه إنه إنه هو مش في مكانته الأولى وقتالي ربنا بيرجع يسدته بالقرازة مرة تانية لألا يشهر إنه هو إيه أكل بطرس لأي نفس سفر الأعمال الواحد ممكن يقول له إيه تبقى إيه قوية جداً بس المؤمنين يتحركوا ولو شعره كده طب لكن ده بيكلم ناس غير مؤمنين بالمسيح والثالث تلاف نفس يخشوا في المسيحية وبعدين يعملوا إيه؟ يتعمده ويصيره من الجماعة الطريق اللي هو الجماعة الاولى بتاعت او الكنيسة الاولى اللي اتأسست وعشان كده ابو ترس الرسول كان من الاقوياء جدا الناس الاقوية جدا ولكن حصل معا موقف تاني ساعة ما جيه يستشهد عند قدامني روم خاف مرة تانية وبيقال ان المسيح ظهر له قال لي انت عايزني اموت عنك المرة التانية دي كمان فقال لي لأ وراح قدم نفسه بس بقى ما قالوا له هتتصلب زي المسيح قال لهم لأ انا حتى لو هتتصلب ما بداش زي سيزدان ايه مناكس الرأس ونال اكليل الشهادة بايد نيرون واصبح من الاعمدة احنا بنقول ان هو احدى او واحد من الاسم عشر لان انت عارفين طبعا ان بعد ما يهوز ومضى وخنق نفسه الكنيسة اجتمعت وعملوا مجنع ووصلوا وحطوا اسمين واختاروا متياز ان يكون عبدا عن يهوزة اللي هو باع سيده واخد اجرة الظلم واشتروا بالتمن الفلوس اللي هو اخدها حقل الفخاري مبار الغرباء زي ما انتو عارفين بطرس الرسول كان من الشخصيات البسيطة جدا ما كانش عنده علم وافر انتو عارفين انه هو كان سياد وما كانش دارس لا فلسفة يونانية ولا حكمة ولا كان من الناس المقربين للسينهدريم زي ما كان يحن الحبيب ولكن كان بيحب المسيح جدا وكان مندفع في هذا الحب يعني كان من محبته ربنا يبقى عايز يعمل اي حاجة يطلبها منه المسيح ولقنا ان هو هنا كتب الرسائل دي مش رغبة في الكتابة ولكن عشان يبتدي يشجع الناس زي ما احنا هنبتدي نقرأ بيقول بطرس رسول يسوع المسيح شفتوا عدد المدن دي يعني معنا كده ما هي مش مخصصة لايه مكان واحد الاماكن دي كلها في اسيا الصغرى ومترتبة من الغرب للشرق يعني اكنهم في خط سير كده المرة جاي نجيب لكم الخريطة عشان تشوفوا اول حاجة احنا بنقول ان الرسالة دي اللي كتبها بطرس الرسول ليه لان هو بيعرف نفسه في بداية الرسالة بيقول ايه بطرس رسول يسوع المسيح احنا قلنا ان اكتر حاجة بيفتخر به الانسان دايما يعرف نفسه بيه يعني مثلا ما حد يكون دكتور او جراح او مش عارف ايه يقولك انا الدكتور وبعدين يقول ايه فلان الفلاني او العميد فلاني مش عارف اللي او فلاني يقول هنا دايما الواحد بيعرف اكتر حاجة بيفتخر بيها في ناس وهنا بطرس الرسول اكتر حاجة بيفتخر بيها بنفسه ان هو ايه رسول ليسوع المسيح الى المتغربين من شتات بونت سوالاتها انتوا عارفين ان فيه ناس كانوا مسيحين من اصل يهودي او الناس اللي الابنوا بالمسيح كلهم تعرضوا الى تعب شديد جدا بسبب ايمانهم بالمسيح لان الوعد اللي وعدهونهم بالمسيح اللي هم في العالم سيكون لكم ايه ديق ففعلا انت انا بيشوفوا ديق شديد جدا بسبب الايمان اللي دخلوا فيه ممكن يكون من نفس اهلهم وممكن يكون من نفس عشرتهم وممكن يكون في المدن اللي هم موجودين فيها وبيتعرضوا الى هذا التعذيب او ان هو تصادر اموالهم او تتاخد املكهم او ان هم يتحرموا من اشغالهم بسبب ايمانهم بالمسيح وعشان كده بيقولهم الى المتغربين وبيعرفنا في حاجة مهمة جدا ان احنا كلنا اصلا ايه متغربين وعشان كده هيقولهم في حتة تانية يقولوا اطلب اليكم كغرباء ونزلاء عارف اما واحد يكون نزيل في قتال كده فهو نزيل لمدة ايام محددة وبعد كده هيعمل ايه هايمش فما يبقى واحد غريب او واحد رايح في غربه يقولك ايه ما صد ارجع لبيتي طب احنا على الارض احنا غرباء على الارض عشان كده كان داود النبي يقول له غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصدك اهم حاجة بس الوصية اللي توصلني ليك عشان في الاخر اما تنديه ايام غربتي دي قلائي السمع ايه مفتحاني وحتة الغربة دي حاجة مهمة جدا لان ما بيكون انسان حاسس ان هو مستوطن في مكان طول ما احنا مستوطنين في الارض فاحنا غربة عن السمع لكن الواحد اللي وطنه يقولك نبتغي وطن اخر ايه سمويا واحد حسس ان وطنه الحقيقي في السمع فنفسه تنتهي ايام غربته بايه بسرعة يبقى بيتمنى سرعة العودة الى وطنه الحقيقي اللي هو فيهم في السمع مش اكتئاب ولكن اما بيكون في مكان هرب منها الحزن والكئابة والتنهض في مكان هيبقى في نور الكدسين في مكان مفهوش حروب للشياطين في مكان هنبقى مع الاطهار والانقياء والكدسين يبقى الواحد يبقى مش تقوى لا وعشان كده الانسان الحاسس بهذا اللي اشتيقته بص تلاقيه دايما يحس ان هو غريب في وسط الناس حتى لو الناس استغربت ايه انهم انت بتسامح ليه يقولهم اصلا مش مهنة من الوطن انا وطني فان في السمع عارفين الترقيم هتقول انا ليه وطن تاني اه فواحد ساعات حاسس دايما ان ليه وطن تاني حتى وان الدنيا استقرت هنا حاسس ان هو برضو ايه غريب نيجي نصلي احنا بنصلي في الاوداس ونقول اه ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان طب اهم حاجة عندكم ايه نقوله بس حفظنا في ايه في ايمانك وعشان كده الانسان اللي حاسس ان هو غريب اكتر حاجة بيحفظ عليها الايمان بتاعه ويخلي باله من ايمانه منشتاد من صغلاطيا وكابدوكيا وقاسيا وبثينية المختارين كلمة المختارين دي هالربنا ليه ناس ناس يعني بيختار ناس وبيرفد ناس لا هو ربنا اختار الكل على الصليب عمل ايه فتح احضانه وقبل الناس كلها ولكن هل كل الناس قبلت انها ترتمي في احضان المسيح لا وعشان كده في ناس بدل ما يرتموا في احضانه وعملوا ايه تعالوه وعشان كده في يجي في صفر هو يقول ستنظروا كل نعين والذين تعانوا يعني فيه ناس تعانته لحد النهاردة فيه ناس بتتعانه لحد النهاردة ناس ما بتقش تشوف علامة الصليب ويمكن شفتوا كلكم على الفضائيات وعلى اليوتيوب ازاي بينزبوا الصليب بغل ويهدوا يدوسوا يهدوا يكسروا فيه وعشان كده ممكن يكون فيه ناس ربنا فتح احضانه عشان يقبلهم واخترهم ولكن هم عملوا ايه رفضوا هذا الاختيار وعشان كده واحد من البولوس الرسول يقول كده اجعلوا دعوتكم واختياركم سابتين يعني كلما مختارين ولكن مين اللي هيزبط في هذا الاختيار في البداية انت مختار ولكن انت اخترت ايه بقى ربنا اختيار ربنا ليك ما بيلغيش ارادتك ما بيلغيش ان انت تكون ثابت فيه او مش متمسك به واحد يتمسك بربنا ويحافظ على وصيته ويقول طالما انا بقيت من المختارين انا حافظ على هذا الاختيار واحد تاني يهمل هذا الاختيار ودايما ايه وماشي مع الناس الاشران ويبصي تلاقي في الاخر اصبح ملوش مكان في السماء ليه؟ يقولك دي ما يستركني ليه؟ احب العالم الحاضر يهوزة عمل ايه؟ فضل تلاتين من الفضة عن سيده وفيه ناس كتيرة دهدت عن المسيح بسبب رقابتها واشتهيتها وشهوتها وناس كتيرة رغم اختيار المسيح ليهم ومحبته ليهم الا انهم يفضلوا انهم يتناعموا لساعات قليلة وحسبوا تناعم يوم لزة زي ما يقول الكتير يبا حتة الاختيار دي ان ربنا فتح احضانه وقال من يقبل الي ما اخرجه خارجه مش اخرج حد بره ولكن فيه ناس ما كانوش مستبتين في هذا الاختيار طب هذا الاختيار بناء على ايه؟ يعني فيه ناس النهاردة يقولك طب ما فيه ناس تولدوا مسيحين طب اللي ما تولدوش مسيحين زنبهم ايه؟ يقولك هنا بمقتضع علم الله السابق في تقديس الروح للطاعة ورشدني يسوع المسيح لتكسر لكم النام والسلام اول حاجة مقتضع علم الله السابق لان الله في جوهره لا يستجد على معلماته شيء فهو عارف مين اللي هيتبعوه ومين اللي هيرفضه هو وان كان اختار الكل ان هم يخشوا في الايمان لكن فيه ناس بسبب ارادتها الحرة هتعمل ايه؟ هترفض ان هي تكون في طاعة ربنا طيب المختارين دول بمقتضع علم الله ربنا عارف فلان وفلان وفلان وأولاده دول هيخشوا في الايمان بس فلان وفلان هيثبتوا وفلان وفلان ايه؟ مش هيثبتوا هيبعادوا طيب هل يبقى معنى كده ان ربنا ميز ناس عن الناس؟ لا هو ربنا عارف ان دول هيثبتوا في الطاعة فعشان كده ايه؟ اختارهم من اللي بيطيع؟ ان ايه؟ اما واحد يكون بيحب ابو قوي تبص تلاقي بيعمل ايه؟ بيطيع طب واحد مش بيحب ابو تبص تلاقي ايه؟ كلما يقولوا على حاجة يعمل عكسها بالزبط عشان ايه؟ انتعارفين ربنا يقول كده على شعب بيقول بيفعلوا الشر الاغازاتي لكنهم قصديني يعملوا ايه؟ يبوزوني ان كمان اتمردوا عليه رغم ان هم شعب الله الايه؟ المختار ايه لانهم عملوا ايه بقى؟ كانوا بيغيزوا ربنا وبيتمردوا عليه وكانوا بيفعلوا الشر ده مجرد ان موسى طلع على الجبل وقعد فترة وقاب عنهم قال لهم موسى هذا لانعلم ماذا اصابه طب عايزين ايه؟ هارون يقول لهم عايزين ايه؟ يقول لهم اعمل لنا قليها زي بتاعت المصريين ورح قال لهم طب هاته كل واحد حلقه لقلعت حلقها ولقلعت قراتها وكل الناس جمعوا من بعض شوفوا السرعة ازاي؟ عشان يعملوا ايه؟ وسبك لهم عجله وقالوا لهذه آلهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر فيبص موسى بعد ما ينزل من على الجبل يلاقي الشعب زاغ بسرعة ويلاقي الشعب باع المسيح بسرعة لدرجة انه حزن وطرح الوصاية لقام الوصاية دي المفروض ان هم كانوا يسمعوه ايه؟ يطعوها ولكن هم بسبب اساوتهم ويتعبوا عمل ايه؟ مش هيطيعوا الوصاية فعشان كده زي ما يكون يأس ورمى الوصاية فاتكسرت بمقتدع علم الله القاب السابق انتوا عارفين ان الاقانيم السلاسة بتشترك في خلاص الانسان يعني ايه؟ القاه القاب يريد الله القاب يريد لكن مين اللي قدس الانسان ونزل وتسلب بداله؟ الابن الوحيد طيب ازاي تتنقل فعاليات استليب للانسان بالروح القدس وعشان كده سكن الروح القدس فينا بعد ايماننا بالسيد المسيح وعبادتنا لله القاب لان احنا بنوعب طب هما تلاتة ولا واحد؟ لان ارادتهم هنا واحدة ولا مختلفة؟ الله القاب يريد الابن الوحيد تجسد عشان يدفع تمن خطيانا والروح القدس يعطينا مما للابن عشان نصير بنيا لالله وعشان كده بنقول تقديس الروح للطاعة الانسان مش ممكن يتقدس الا اذا اطاعة طب اللي بيخالف بيبعد عن الطاعة؟ اما بعدت عن الطاعة بعدت عن القداسة اللي اختارها ليك ربنا احنا مارفين احنا تقدسنا كلنا ازاي؟ بعد ما نلنا المعمودية باسم الاب والابن والروح والكدس وموتنا مع المسيح وقمنا معاه بفعل الروح والكدس حصل ايه بقى المفروض ان احنا ايه؟ بناخ ونبقى مسكن للروح والكدس وعشان كده لو تفتكروا انا قلتلكم احنا ادهلنا كم رشمة في الميرون ستة وتلاتين رشمة لو تفتكروا بيفكرها لكم وعشان تثبت في افكارنا اول حاجة على المخ عشان نقول له يا رب قدس ايه؟ افكاري اول حاجة على المخ عشان نقول له يا رب قدس افكاري وبعدين بناخد رشمات على الحواس الودن العين العين الودن يبقى دول كده عشان ايه؟ الحواس طيب وبعدين المناخير والبق عشان دي كلها اسمها ايه بقى؟ حواس الانسان عدوهم كده كم رشم؟ ستة ولا تمانية؟ طيب تاني سبعة حد يزود طيب تاني حسبوا واحد فوق وبعدين سبعة يبقى كده كلهم كام؟ طيب انا عملت كده ايه؟ عملت كده صليب يبقى اول حاجة بقول له يا رب قدس افكاري وبعدين يا رب قدس حواسي كلها لان العينة رشمت بالميرون فبقت ماينفعش تبص على حاجة مش مقدس لان الفم اتقدس بالميرون ماينفعش يطلع كلام ميرديش رب لان الحواس كلها الودن اتختمت بالميرون يبقى المفروض ان هي ايه؟ ما تسمعش الاحاديث مش مقدسة وهنا يبقى القداسة دي جيلنا بسكنة الروح القدس في عقلنا واستخدامه الايه؟ لحواسنا بعد كده بناخد صليب على السدر وصليب على البطل السدر ده مكان ايه؟ ها القلب عشان يبقى يا ربنا يقدس ايه بقى؟ يا رب قدس قلبي طب وبعدين البطل دي كمان يقول لك سيدة الاوجاع لان سبب دخول او سبب خروج حوى من من الجنة هي ايه؟ اكلة فاحنا عشان كده من نرشم البطن عشان انتو عارفين بقى جاية من يوم الجامعة السيام فيبقى نخلي بالنا ان يا رب قدس ايه بقى؟ برضه طيب وبعدين ياخد صليبين على الظهر على السلب عشان انتو عارفين لوحد كده ما ييجي يقف يقول لك اسلب ايه؟ طولي يبقى اما يحد يبقى عايز يعمل حاجة يبقى عنده ارادة عشان كده نقول له يا رب قدس ايه؟ ارادة طب تعالوا نفتكروا مع بعض يا رب قدس افكاري يا رب قدس حواسي يا رب قدس قلبي يا رب قدس ارادتي بعدين بياخد ست رشمات على كل على كل مفصل من مفصل الايد عندنا اتنين يبقى ستة وستة كان اتناشر طب الاولين كانوا كان تمانية واربعة اتناشر طيب الادين بقى بنعمل اليوم ايه؟ بنشتغل به عشان كده نقول له يا رب قدس اعمالي يبقى يا رب قدس افكاري يا رب قدس حواسي يا رب قدس قلبي يا رب قدس ارادتي يا رب قدس اعمال ونفس اللي عملناه في الايدين بنعمله في الرجلين تلت مفاصل في كل مفصل من الامام والخلف يبقى دول عشان الرجلين اللي بنتحرك بيهم بنقول له يا رب قدس خطواتي هنصليها مع بعض كده افتكروا كده ان ربنا قدسكم كلكم وكل حاجة من افكاركم لحواسكم لقلبكم لإرادتكم لأعمالكم لخطواتكم كلهم قدسها مين الربنا بايه بقى بروح الكدوس طب ازاي بفداء الابن الوحيد طب تعالوا نصليها مع بعض كده يا رب قدس افكاري يا رب قدس حياصي يا رب قدس قلبي يا رب قدس ارطي يا رب قدس اعمالي يا رب قدس تجديس الروح عشان تفضل كل الحواس دي وكل الافكار وكل الاعمال تبقى مطيعة للانسان اللي يبقى الانسان بيطيع بيها ربنا وعشان كده ما يبقى الواحد مطيع ما يوقعش في المخالفة هو مين عصى زمان بالاكلة ها اه دا محاول اما عصوا خارجوا من الفردوس طيب واحنا عشان نتقبل لازم يكون عندنا ايه طاعة لكلمة ربنا ان احنا نسمحها ان احنا نلاحظ طرق ربنا فانامشي فيها ان اعمالنا تكون مقدسة وافكارنا مفيش حاجة تدنسها وخطواتنا تكون في اتجاه الملكون ازاي الحاجات دي تقدست بيقولك برش دم يسوع المسيح كلمة رش دم دي متخدم من العهد القديم في اللويين اما كان يجي يعمل الزبيحة كان لازم يعمل ايه يرش الدم علامة للتقديس وقلنا ان احنا ساعة العهد اما موسى عمل العهد معاهم اخذ من الزبيحة ورش الدم على الخيمة الاجتماع وعلى الانية وعلى لوحي العهد عشان يبقى كل الكلام ده مقدس بايه بالدم لكن هل دم الحيانات كان ممكن يقدس الانسان لا ده كان كله كان عبارة عن ايه كان رمز كان لما يجي واحد ابرس يبرأ من البرس كان لازم يروح يقدم عن تطهيره كان يعمل ايه بصوا فكاره معايا في الرمز ده كان يجيب عصفرين ويجيب اناء فيه مية ويجيب عود خشب يمسكه وحاجة زي زي تقريبا الزوفة كدس فيعمل ايه بقى اول حاجة يجب حصفر ويحط الدم بتاعه فين في المية وبعدين المية اللي فيها ايه الخشب وبعدين يجيب العصفور التاني يعمل ايه يغنسه فيها وبعدين يسيبه يطلقه هنا عملنا ايه هو ده اللي حصل مع الانسان المسيح على الصليب حصل ايه صفك ادمه عشان يعمل ايه يطهرنا يقولك ويطلق الطائر التاني للبرية ليه بقى احنا خلاص اصبحنا حرق احرار بسبب ايه بقى بسبب دم المسيح يبقى كل الخطيئة اللي كانت علينا مين اللي شالها مين اللي غطاها وزي ما قال زمان في الزبيحة كده يارد دم فيعبر عنكم فالله القابة ما ينظر من السماء لقينا متغطين بدم الابن الوحيد اللي ترش علينا من كبر رش دمه ويجي في سفر الرؤية يقولك ايه هؤلاء الذين اقتوا من الضيق العظيمة وبيضوا ثيابهم في من با في دم الخروف يبقى هو الجسد ودم اللي انت بتغده النهارده عشان يرجع ثيابك بيدة زي الأول وتبص تلاقي نفسك طاهرة زي الاول وده اللي احنا بنقوله اسناء التنام نقول يعطى لغفران الخطايا الخطايا دي هي اللي بتلوس الطوب الأبيض اللي احنا خدناه في المعمودية ولكن من قبل الدم المسيح الكريم تخفر لنا كل الخطايا وطمح الأسام لتكسر لكم النعمة والسلام النعمة دي كلمة يونانية والسلام دي كلمة عبرانية شلام اللي هي جاية من المكان يعرفه دايما السلام ومدينة سليم أو القرشاليم اللي هي مدينة وإحنا بنقول إن المسيح هو ملك السلام لأنه هو اللي أصلح الأرضين مع الصمعين فخلى فيه ما بيننا وبين ربنا سلام وقلنا طوبة لصمعي السلام لأنهم أبناء الله طب إحنا ما قدر نعمل كده إزاي يقولك بالنعمة الإبن الوحيد النعمة دي هي العطية الكبيرة جدا التي لا تقدر بسامن يعني زي أنا بقول لكم زمان إن في واحد مثلا يشتغل اليوم بتاعه ياخد المفروض ميت جنيه وبعدين ييجي يقول فآخر يوم بعد ما خلص شغل يقول له لا دي احنا ديك مليار دولار يقول إيه ده إيه ده؟ ده نعمة كبيرة جدا لا تتناسب مع العمل اللي أنا بعمله عشان كده محبة ربنا نينا لا تتناسب مع العمل اللي إحنا بنعمله خالص دي كلها هابرة عن إيه؟ نعمة من ربنا يعني ما تيجي تقول التناول في كنيسة ده إيه؟ نعمة مين يقدر إنه هو كان يطلب بس مجرد طلب إنه هو ياخد فتاة من الساقط من التناول وبعدين تيجي كمان تقول المعمدية دي إيه؟ نعمة مين كما هو يطلب إنه هو ياخد يتدفن مع المسيح ويقوم معاه بهذه الصورة ما كانش حد هيجرؤ إنه هو يفكر إنه يطلب حاجة زي كده مين كمان يقدر يقول له يا رب ديني نعمة البنوة لا ده هو ده عطية مجانية ملايه نعمته وعشان كده ده عينة بنون لا عبيد ويقول له كده الأبن يبقى إلى الأبد لأن العبد لا يعلم إرادة سيده لكن الأبن عارف إرادة سيده لتكسر لكم النعمة والسلام وحتة السلام إحنا قلنا ما بيجيش إلا الإنسان الشرير لأن لا سلام كوال إلهي للأشرار من واحد بيحفظ على شرر في قلبه مش بيقدر يقبل ما لعمل نعمة ربنا معيه النعمة دي عطية مجانية ولكن في النهايه الناس لازم تتعب مع عمل النعمة لو تفتكروا بولوس الرسول بيقول ونعمته فيها لم تكن بطيلة بل تعبت وأنا أكثر من جميعهم يعني لازم لوحد عشان يقبل نعمة ربنا لازم قدامها إيه يشتغل يشتغل طب اللي بيخلصك النعمة ولا شغلك لا النعمة هي اللي بتخلص لأن زي ما قلتلكم هي عطية كبيرة جدا وإفرام الخطيئة اللي هي توازن عن الدموع اللي ممكن نمزلها صح؟ ولكن الدموع تخلي نعمة ربنا تيجي وتعتف علينا وتسكن فينا وده اللي احنا أخدناه تعالوا نصلي بقى الصلوة اللي احنا قلناه دي ونعمل تنجيد للملاك أول حاجة نقول لي يا رب قدس يا رب قدس حياسي يا رب قدس قلبي يا رب قدس إراتي يا رب قدس أعمالي ربنا يفرح لكم هنعمل تنجيد للملاك